كيف نتعرف على الخيال الممتاز في عالم كتابة القصة؟ وكيف نميز بينه وبين الرديء؟ في هذا الفيديو أعزتي من سلسلة الـ FYI سوف نمشي سويا بالتدريج كي نصل إلى الإجابة So sit back, relax your mind and focus ولنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لو نظرنا إلى الحياة التي نعيشها وإلى مختلف الحضارات والثقافات والعادات والتقاليد والخرافات فسنجد أنه بها كلها شيء واحد مشترك كلها نشأت بسبب ليه كل شيء له سبب؟ أحيانا ستجد نفسك تسأل عن تصرف ما وربما سيكون جوابك كذا من غير سبب لكن الحقيقة أنه يوجد سبب إلا أنك فقط لا تعرفه أو تود إخفاءه عن نفسك أو عن الآخرين السبب هو عبارة عن قانون وضعه الله عز وجل في كل تفاصيل واقعنا فأصبح جذر في حياتنا لا مفر منه الواقع هو عبارة عن مجموعة قوانين مقدرة تكون عالم إن كل شيء خلقناه بقدر من القوانين التي نعرفها جميعا أن أنثى الإنسان تلد ولا تبيض وأن الجاذبية قوة جذب فيزيائية ليست حية فهي لا تنام أو تأخذ إجازة وأن الشمس والقمر يتبعان نظام بالنسبة لكوكب الأرض ولا يسبقان بعضهما وأن الله اختار الإنسان خليفة في الأرض مهمته الرئيسية عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كل هذه القوانين الله الذي اختارها كان بالإمكان يضع الله قانون أن أنثى الإنسان تبيض أو أن الإنسان يمشي على أربع أو أن النار لا تحرق لماذا تحرق النار؟ لأن الله وضع عليها قانون أنها تحرق وعندما شاء لرسولنا إبراهيم أن يحفظه من حرقها رفع هذا القانون عنها قلنا يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم وهذه حالة نادرة جدا أن يخرق الله قانون وضعه يحدث ذلك فيما نسميه نحن المسلمون معجزة هذه نظرة سريعة جدا عن الحياة الواقعية التي كتبها الله لنا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان قادر على سن القوانين ووضع المقادير والتحكم بوقائع بعض أفرع الحياة نأخذ مثال على ذلك السرعة القانونية على الطرق السريعة 120 لو تجاوزتها ستحصل على غرامة مقدارها 300 ريال هل أملك أنا أو أنت تغيير ذلك كما نشاء؟ ونجعل تجاوز السرعة القانونية يودع في حسابك 500 ريال لا نستطيع لكن الذي سن القانون في الأصل يستطيع ذلك أو مثلا مدرس المادة في الجامعة أعطى اختبار ولكي تنجح بالاختبار يجب أن تحصد الدرجة الفلانية يستطيع أيضا مدرس المادة إلغاء الاختبار أو تأجيله أو أن يجعل الاختبار شفهوي بدل من يكون تحريري أو إذا كان معتوه يعطي درجة كاملة للذي جاء الدوام لابس ثوب أصفر طبعا هذا القانون مثلا يخالف المنطق والآن نأتي على الخيال الذي ينسجه كتاب القصص الخيال عبارة عن واقع جديد مشتق من الواقع الذي وضعه الله للبشر فلا يستطيع الإنسان بأي حالة من الأحوال تخيل شيء من عدم وهذا تمري ممتع لكم عزتي حاول تتصور مخلوق خيالي تماما في ذهنك لا يشبه أي شيء خلقه الله ستتفاجأ أن كل ما تتخيله يجب أن يشبه شيء خلقه الله جرب أوقف الفيديو لبرهة وجرب أنا متأكد أن أغلبكم فكر بشكل وجود فكرة الشكل من خلق الله هذا معنى أنك سلفا استخدمت شيء من خلق الله لابد أنك استخدمت جماد أو سائل أو غاز وكل أولئك من خلق الله إذن نسج الخيال ليس إلا واقع مختلف مشتق من واقعنا وعليه يجب أن يتبع آلية موازية في التكوين وهي وضع القوانين والمقادير المقادير هي التي تشكل الشيء وتجعل له كيان مميز القوانين هي التي تسير المقادير في نظام متكامل شمولي من دونهما يصبح لدينا فراغ لا توجد صور متحركة أو رسوم متحركة من غير مقادير وقوانين الكاتب المحترف هو الذي ينسج واقع جديد يتمكن فيه من وضع مقادير وقوانين متينة أشبه بمتانة المقادير والقوانين التي في حياتنا الواقعية كلما كانت مقاديره وقوانينه صلبة ومتينة كلما كان شدة واقعية عالمه عالية أحد أفضل صناع القصص ذات الواقع الجديد هو ميازاكي والسبب يكمن في متانة مقاديره وقوانينه التي يزرعها في عالم قصته ومن هنا عادة في مجال النقد نقول أن مصدقية تكوين عالمه عالية الجودة والامتياز كي يتضح متى تكون جودة بناء واقع جديد عالية أو منخفضة لننظر إلى الأخطاء التي يقع فيها كتاب الواقع الجديد وسنأتي على كل واحدة منها بمثال هذه الأخطاء عبارة عن علامات وعددها تسعة التضاد في القوانين الاكثار من القوانين عدم انسجام القوانين مع بعضها ضبابية القوانين الاكثار من المعجزات أو استخدامها بغير نج عدم اتزان المقادير أو إهمالها وضع قوانين تعاكس قوانين واقعنا بشكل كبير ضعف المنطق والتزييف رقم واحد التضاد في القوانين وهو خطأ ينم على ضعف جذري في الكتابة وعدم إتقان نسجها وهذا يحدث في الكثير من الأنميات مثل الأنمي ساينتسية يضع قانون خلف الكواليس بأن الـ Gold Science من عظماء المقاتلين لكن عشان يبين لك أن الخصم الجديد في القصة قوي جدا يجيبه ويخليه يدمر الـ Gold Science بشكل غير واقعي مقابل ما وضعه الكاتب من قانون وقس على ذلك نار مثلا في إنمي آخر تحرق العدو بسهولة لكن البطل تحسها كأن النار تتردد في حرقه أو أحد ينحذف على جدار تشوف الجدار يتكسر وهو ما شاء الله لحمه وعظمه ما جاه شيء يعني جسمه أقصى من الجدار طبعا يمدي حال ذلك بشكل بسيط إما يكون لابس درح حديد أو ما شابه أو أن الجدار لا يتكسر من أساس رقم اثنين الاكثار من القوانين وهنا احتمال حدوث هشاشة في مصداقية الواقع الجديد جدا كبيرة لسببين الأول صعوبة خلق انسجام بين القوانين والثاني بلبلة المشاهد دون داعي مفيد مثال على ذلك تجدون في إنمي هانتر لما جت قضية النن وكثر يشرح في فكرتها وتفصيل القوة يعني المشاهد بيستخدم هذه المعلومات في إيش بالضبط لا هو جيم أر بي جي يحتاج يعرف تفاصيل قوانينه من أجل إتقان مزاولته ولا هو شيء يستطيع تطبيقه في حياة الواقعية إذا مضيع للوقت وبناء مزيف للواقع الجديد الحل ذكر عام عن فكرة النن ثم مشاهدت تأثيرها على أرض الواقع أثناء القتال رقم ثلاثة عدم انسجام القوانين مع بعضها هذا أهوى من رقم واحد اللي هو التضاد بين القوانين عدم انسجام القوانين يقع فيه أغلب أعمال الأنمي والأفلام وهو ينم على مستوى متواضع وليس ضعيف في نسج واقع جديد تقريبا كل أفلام مارفل وأغلب إنميات الأكشن تعاني هذا الخلل فستجد أن كلها لا تعمل محاكاة للقانون الذي وضعته في قيمة القوة وتحت هذه العبارة نحط خط أحمر أفضل مثال على ذلك هذا الفيلم وسأترك لكم المجال للتأمل فيه والتفكر أيضا في الأنمي هذا ينضرب بالمطرقة بهذه الكيفية في خضم سياق قصصي جاد ولا يموت أمر يعاكس قوانين القصة أيضا أن هؤلاء على كل خوارق قواتهم والتي خارج عالمنا توقفهم قنبلة من عالمنا عدم الإنسجام هذا بين القوانين صنع تضعيف لكل أبعاد القوى في القصة في هذا الأنمي رقم أربعة ضبابية القوانين أي عدم وضوح قوانين القصة وهي أمر عادة غير متعمد ينم عن عدم تكامل كتابة الكاتب أو أن مخرج العمل غير محيط بشكل كافي في القصة هذا الخلل لا يعد جذري ونسبة أنه لا يشكل مشكلة 50-50 فلو اقترب محوى القصة من القوانين الغير مكتملة التفاصيل فسيشعر المشاهد بالخلل في مصداقية الواقع الجديد أما إذا لم يقترب محوى القصة من هذه القوانين الغير مكتملة فسيظل أثرها خلف الكواليس ولن يلحظ هذا الخلل في الأغلب إلا الناقد هناك من استخدم هذا الخطأ كنظام في كتابته الفنية للتملص من القيود الضرورية في نسج خياله وهذا أشبه بغسيل الأموال في عالم الكتابة يعني غش وخداع هذا المنهج يتبعه كاتب هنتر يوشيهيرو توغاشي فهو بشكل كبير يغيب ويخفي العديد من القوانين من أجل أن يكتب خرابيط تبدو كأنها شيء قيم وبهذا تتحول الكتابة الفنية إلى كذبة لكن للأسف الكثير من المشاهدين تنطلي بشدة عليهم هذه الألعيب سألعكم ناخذ مثال سريع في بداية الأنمي هنتر لو تلاحظون ملابس الشخصيات هذا كأنه في زمننا الحالي وهذول كأنهم في أزمن أقدم شوي اللي هو بمعنى أنهم في زمن اللي ما في سيارات يعني من البداية والكاتب عامل ضبابية وتضليل عشان يكتب اللي يصنف في مخة وطبعا هذه تعد كتابة بخسة رقم خمسة الاكثار من المعجزات أو استخدامها بغير نطج يشلخ مصداقية القصة وقد يجعل المشاهد يرفض المتابعة تماما وهنا نقيس المعجزات بالدرجة الأولى على مدى خرق قانون أو مجموعة قوانين من التي بناها الكاتب في عالمه الواقع الجديد ناخذ أمثلة مثلا هذا أنه يكبر فجأة يصير رجال معجزة خالية من أي تمهيد أو دعم وكاسرة بشدة لقوانين العالم الجديد تبع القصة فأصبحت كذبة مثال آخر في الأنمي ديث نوت سقوط ديث نوت في عالم البشر يعد معجزة وهي جيدة ومقبولة لكن سقوط ديث نوت أخرى في نفس البلد وأنها تقع بيد شخص يمين لصاحب الديث نوت الأولى معجزة أشد وأصعب هذه المعجزة لم تصل إلى حد الكذبة مثل هنتر لكنها بالتأكيد تسبب شلخ في مصداقية القصة رقم ستة عدم اتزال المقادير أو إهمالها وهذه بالذات تحدث بشكل شائع في عموم كتابة القصص الحديثة في عالم الصور المتحركة والرسوم المتحركة ولكن بنسبة متفاوتة بعضها بشكل مقبول وبعضها بشكل سيء جدا شرأيكم ناخذ أمثلة على المقبول والسيء ومثال على الذي يهمل المقادير ومثال على الممتاز في اتزال المقادير المقادير المقبولة عندنا مثلا شخصية إلو في ديث نوت التزم الكاتب بوضع معايير لشخصيته وطريقة حركة وجلوس يميزة وهوايات وطريقة تفكير وقيم ذاتية معينة المشكلة الرئيسية تكمن في أن مقادير الشخصية هذه غير متناسقة بشكل كبير مع الماهية التي يتحدث عنها الكاتب فيه بأنه من أفضل المتحرين في العالم هذا لا يعد خلل جذري لكنه خلل يمنعه من التفوق في كتابته لهذه الشخصية المقادير السيئة عندنا مثلا أغلب الشخصيات النسائية في عالم الأنمي الحديث مما يوضح ضعف معرفة الكتاب بالجنس الأنثوي وهذه أمثلة على عدد من هذه الشخصيات إهمال المقادير وهذا جدا شائع وموجود في الكثير من الأعمال عادة نجده في محيط الأماكن مثلا غرفة لايتوف في ديث نوت لا تعكس شخصيته الحادة ولا عبقريته وهذا أمر واضح جدا أنه تم إهماله مما أنعكس على هون في تبيان ماهيته قبل الديث نوت وهذا شكل صورة واحدة عنه فقط وهي صورته ما بعد عثوره على الديث نوت هذه المقادير المفقودة لا تحتاج وقت أو أحداث إضافية بل تحتاج تكون في وعي الكاتب أثناء الكتابة وبالتالي سوف تنعكس على كل تصرفات ومحادثات الشخصية لايتوف بالإضافة إلى ديكور غرفته وما تحتويه رقم سبعة وضع قوانين تعاكس قوانين واقعنا بشكل كبير وهذه ليست خطأ بحد ذاتها لكن كلما زادت معاكسة قوانين واقعنا كلما أصبح صعب على الكاتب إقناع الجمهور بمصداقية ما يعرض أحسن مثال على ذلك هو في الأنمي وان بيس أن الأشرار القراصنة هم الطيبين والشرطة هم الأشرار هذا يعاكس واقعنا بشدة ولم يستطع الكاتب خلق عالم متكامل كي يصنع لما عكس به مصداقية كافية رقم ثمانية ضعف المنطق وهذه بالذات تعد مثل السم في مصداقية الواقع الجديد وقد تحتاج أحيانا وعي من المشاهد في الحياة وخبرة كي يدركها كل قطرة منها لها تأثير كبير عندنا مثلا فيلم ديزني تارزن كسر المنطق في آخر مشهد من الفيلم وهي بالذات في مشهد النهاية طبعا هنا بحرق الحين ترى فيلم تارزن أن تقبل امرأة متحضرة وغنية العودة للعصر الحجري أو بالأحرى العيش الحيواني أمر يخالف المنطق والأمثلة كثيرة جدا في عالم الأنمي والأفلام في أحد الأنميات مثلا آلات قتالية لا تشتغل إلا لما تقبلها الفتاة التي تقودها يعني هش هذا المنطق الحلزوني وفي أفلام هوليوود أمثلة كثيرة جدا في مخالفة المنطق أغلبها طبعا بسبب دس أجندة في كواليس القصة من أجل غسل دماغ الجمهور إلى فكرة معينة أو مبادئ معينة رقم تسعة التزييف وهذه من النقاط الحساسة التي قد تهدم العمل برمته كثير من أفلام ديزني تشكل وأوضح الأمثلة لذلك مثلا عندنا فيلم بوكهنتس القصة اقتباس عن شخصية بوكهنتس الحقيقية في ذاك الزمن كتاب القصة عملوا تزييف كبير جعلوها تقع في حب الرجل الإنجليزي جون سميث وتدعف عنه كما أنهم يعرضون الإنجليز بصورة موازية للهنود الحمر من ناحية العداوة وهذا تزييف كبير أولا بوكهنتس تزوجت البطل الهندي كوكوام وأنجبت منه ولقد تم الغدر بقبيلتها واختطافها إلى إنجلترا وأثناء الرحلة في السفينة تم اغتصابها إذن تم تحوي المأساة إنسانية وشر الإنجليز إلى قصة حب وبطولة من التزييف أيضا الصورة النمطية عن الروس أنهم أشرار كذلك المبالغات على هتلر وغير ذلك كثير خلاصة أعزتي الخيال القصصي اللي هو الواقع الجديد لا يتكون دون هذه القاعدة الجوهرية النسج المتزن للقوانين والمقادير بالنسبة للأخطاء التسعة التي شاهدتموها في هذا الفيديو هي العلامات الكاشفة لجودة الخيال في أي قصة كلما زاد حجم إحداها في عمل أو تواجد عدد منها في عمل واحد كلما أصبح هذا الخيال واهي أو كذبة مقرها المناسب في سلة المهملات يا ما شاهدنا إنميات وأفلام حاولت أن تنسج عالم واقع جديد لكنها تفشل فشل واضح بين أحيانا خفيف وأحيانا ذريع ويا للأسف الكثير من الجماهير نجدهم يتقبل تلك الأعمال هذا القبول عبارة عن استهزاء بالنفس ذاتها التي تقبلت ودعم للكتاب الهزليين الذين لا يجدون الكتابة وتكسير مجادي في الكتاب المحترفين وبالتالي التقليل من الأعمال ذات الواقع الجديد المبدع وزيادة الأعمال ذات الواقع الجديد المتدني أتمنى الآن عزتي أن يكون قد اتضح لدينا الفرق بين الخيال هو الخرابيط وأن هذه العلامات التسع خير مقياس لمدى جودة عمل خيالي معين حاذر أعزتي من قبول مواد فنية مزيفة أو تافها فصانع الفنون المبدع يقابل متلقي فنون مبدع يفهم ويستوعب ويتسابق معه في الإدراك والاستمتاع والفائدة وعلى النقيض صانع الفنون الهزيلة يقابل متلقي قليل الخبرة الحياتية والفنية والإنسان عزتي ميزه الله بالمشيئة فهو الذي يقرر أيرتقي أم يهوي